إلى الولايات المتحدة الآن فشل كبير واجه الجمهوريين في انتخاب رئيس المجلس مجلس النواب الأمريكي بعد عدة جولات لإعادة التصويت على مرشحهم كيفين مكارثي وهو الأمر الذي لم تشهدوا الولايات المتحدة منذ مئة عام يعكس فشل الجمهوريين الانقسامات الحادة داخل معسكرهم على الرغم من تحقيقهم للأغلبية ولو أغلبية ضئيلة في الانتخابات النصفية بفارق ليس بالكبير الأمر الذي يثير علامات استفهام عديدة حول واقع الحزب الجمهوري وأسباب تلك الانقسامات وأيضا ما إذا كانت إدارة الرئيس بايدن قد تستفيد من هذا الواقع لمناقشة هذا الموضوع معنا من واشنطن مدير برنامج القانون التشريعي في جامعة جورج واشنطن الدكتور كيسي بورغات دكتور بورغات مساء الخير مرحبا بك معنا كل عام وأنت بخير ما نتابعه في قاعة مجلس النواب الأمريكي حقيقة يعني مسألة لافتة ومسألة مثيرة للسخرية حتى الآن الأمريكيين يتابعون هذه الجلسات كما يتابع مسلسلات تلفزيونية هل برأيك سيكون هناك نهاية في نهاية هذا النفق نهاية قريبة ماذا تتوقع عن يحصل لأنه واضح أن السيد مكارفي حتى الآن على الأقل مصر على التمسك بهذا المقعد ولا يوجد يعني مرشت حين آخرين والتصويت حتى لو جرى مئة مرة لن تتغير نتيجاته على ما يبدو شكرا جزيلا للسضافة نعم أنت محق هناك الكثير من الشكوك ولكن أقول لك بأنه حين يحدث كل مرة هذا التصويت وبنفس النتيجة فهذا خبر سيء جدا لكابين مكارفي فهو على مدى أشهر وعلى مدى أسابيع ومنذ بدء التصويت قبل أسبوع حوالي أسبوع هو طبعا عرض أشياء على هؤلاء العشرين شخصا ولكنهم لم يغيروا تصويتهم إذن يبدو بأن الأمور لا تتغير وما يحدث خلف الكواليس هو أنه بكل تأكيد يعرض أشياء ولكنه لا يحصل على أي شيء لو رأينا نفس التصويت في المرة الثامنة ونفس العشرين شخصا يصويتون ضده فهذه علامة سيء على مكارفي وربما سنرى مرشحا آخر يخرج فسنرى ما يحدث في الدورة الثامنة لنشرح دكتور بوغارت للمشاهدين من هم هؤلاء العشرين شخصا ما يعرف بالفريدم كوكس أو تجمع الحرية كما يطلقون على أنفسه من هم هؤلاء وما موقعهم داخل الحزب الجمهوري برأيك طبعا هؤلاء الجماعة مكونون من أربعين أو خمسة وأربعين شخصا وتيكا المجموعة من العشرين هي مجموعة داخل تيكا المجموعة وتيكا المجموعة هي محافظة جدا فهم دائما مع ترامب ومن المتشددين الترامبيين كما يقال وكل شيء يمثله ترامب ووقف أو يمثله ترامب هؤلاء المجموعة وقفوا معه وحتى قبل وصول ترامب إلى الرئاسة طبعا تيكا كما قلت مجموعة صغيرة داخل المجموعة وهؤلاء من المتشددين ولن يغيروا ربما السياسات ولكن ربما سيغيرون ربما حتى مسار إدارة المسارك كل فهم يريدون قوة أقل تُعطى لرئيس المجلس ويريدون قوة أكثر تُعطى لهم كمجموعة ليغيروا النتائج وليبطئوا المسارات والعديد من الأمور التي يريدونها إذن لديهم إجراءات يريدون تحقيقها وطبعا هم قالوا إنهم لن يصوتوا لكابين مكارفي وهم يمثلون كما قلت مجموعة صغيرة جدا لكن اللافت أن هذه المجموعة وهي ترامبية في معظمها بعضهم على الأقل أو جزء منهم أو هؤلاء العشرين يرفضون مناشدة الرئيس السابق دونالد ترامب للتصويت للسيد مكارفي كيف نفسر هذا الانقسام داخل هذه المجموعة نفسها الجواب البسيط هو أن الرئيس السابق ليس رئيسا الآن وتلك الدعوات التي يسمعونها ليست قوية بما يكفي لإقناعهم وهذا ما حدث في الانتخابات الرئيسة هو أن الرئيس ترامب ووقوفه مع بعض المرشحين حتى مع رغم وقوفهم معه فإنهم انشقوا عنه وضمنها طبعا ندائه لتصويته لمكارفي هم طبعا يريدون فقط تحقيق ما يبغونه كمجموعة ورأينا هذا بأن الرئيس السابق وطبعا كما قلت رئيس سابق وليس رئيسا الآن اللافت من متابعة التصويت دكتور بورغات أنه الديمقراطيون في خلال الجلسات الستة أو السبع الآن أصبحت الماضية يصوتون بنفس الطريقة 212 صوت لحكيم جيفريز مرشحه الأصوات التي تتغير على ما يبدو هي الأصوات الجمهورية كيف نفسر هذا التغيير حين تكون في طبعا تمثل الأغلبية في مجلس النواف فشيء الوحيد الذي يمكن أن تتحد عليه كحزب من الليبراليين إلى المحافظين داخل هؤلاء المجموعة هو أن تكون فقط في المعارضة وهذا شيء جيد مقارنة بالجمهورين الذين لا يبدو بأنهم قد وجدوا تصويتا موحدا فهم يبدون بأن لديهم مرشحين أو حتى ثلاثة مرشحين الديمقراطيين يقولون فقط لا وهم متحدون ويقولون نحن متحدون وراء كيم جيفريز ونريد طبعا أن نظهر بأننا متحدون بينما أنتم غير متفقين ومختلفون وطبعا هذا تصويت سهل جدا حين تعرف بأنك لا يمكن أن تنتصر ويكون منك رئيس المجلس ورأينا هذا حدث مع كيم جيفريز والديمقراطيين المشكلة أن البعض ربما لا يدرك خطورة استمرار الوضع على هذا الشكل يعني هناك خطورة جزء منها يتعلق بالأمن القومي الأمريكي إذا استمر هذا الوضع المعلق على ما هو عليه أولا لا يمكن تنصيب الأعضاء الجدد إذا لم يتم انتخاب رئيس لمجلس النواب وبالتالي الكونغرس ليس فاعلا لا يستطيع المضي في العملية التشريعية إلى آخره ولا ننسى أيضا أن رئيس مجلس النواب هو الرجل الثالث في التسلسل لمنصب الرئيس يعني في حال غياب الرئيس ونائب الرئيس رئيس مجلس النواب هو الشخص الثالث الذي سيتسلم زمام الأمور في البلاد طبعا ناهيك عن الإجازات التي تعطيها الاستخبارات لأعضاء لجنة الاستخبارات وكل هذه الأمور المتعلقة بالأمن القومي وبالتالي كيف يمكن لأعضاء الكونغرس تجاهل أو الاستهتار بكل هذه الأمور إنها نقطة وجهة جدا وهناك الكثير من الأمور المتعلقة بالأمن القومي تتعلق باجتماع مجلس النواب كما ذكرت حتى الأعضاء نفسه فلم يؤد اليمين حتى يؤدي رئيس المجلس اليمين ولقد رأينا هذا بأنه يؤثر كثيرا ولده تدعيات دولية وتدعيات وطنية هنا أعضاء المجلس من دون أداء القسم فهذا سيؤثر على الجيش فلا يمكن مثلا أن يحصلوا أيضا على إفادات من مثلا من البنتاجون والأمور المتعلقة بالأمن القومي إذن لهذا فإن الطرفين من الحزب الجمهوري عليهم أن يتحدوا فالأغلبية التي وراء كابير مكارثي يقولون إنك تعرض أمن القومي للخطر بينما العشرون شخصا يقولون لا أنتم الذين تعرضون الأمن القومي للخطر يجب أن نحظى بكل شيء نريده وإلا فسنبقى فيه فنرى هذا النزاع الآن بين الطرفين ولا أحد الآن يبدو بأنه يتراجع طبعا الجولة السابعة أيضا تخفق في اختيار رئيس وشاشة سيسبان خلفك تدل على ذلك أيضا بإمكانك متابعتها بعد قليل لكن دعني أسألك عن مستقبل الحزب الجمهوري الآن نحن في مرحلة مفصلية بعد سنتين هناك انتخابات رئاسية والحزب الجمهوري يطرح مرشحين على الأقل اتنين حتى الآن الرئيس السابق ترامب طرح نفسه مرشح على ما يبدو حاكم ولاية فلوريدا دي سانتس أيضا مرشح قوي مايك بانس مرشح كيف يمكن للحزب الجمهوري بهذا الوضع الذي هو عليه الآن وهذا التفكك أن يمضي ويخطط لانتخابات 24 سؤال وجيه جدا وهذا أيضا أمر هناك الكثير من الشكوك التي تحوم حوله هناك تحديات كبيرة مباشرة للحزب الجمهوري وهي مهمة جدا خاصة مع الانتخابات الرئاسية طبعا نعلم بأن الرئيس سابق ترامب هو الذي تحدث عن ترشحه علنا وأعلن عن ذلك ولكن إذا تحدثنا عن ما يحدث الآن فالأمر الآن يتعلق بالولاءات لقد ذكرتم ربما بعض المرشحين لو أن الرئيس ترامب مثلا تم ترشيحه ولو كانت مثلا حزب الشاي وممثلوه لم يهتموا بما بترامب فسنرى مرشحين أكثر يلتحقون بالمسار وبالانتخابات ونحن طبعا أظن بأننا سنرى جولة محتدمة والعديد ينظرون إلى ما يحدث الآن كعالم على ذلك شكرا جزيلا لك الدكتور كيسي بورغات أستاذ أو مدير برنامج القانون التشريعي في جامعة جورج واشنطن كان معنا من العاصمة الأمريكية شكرا جزيلا